المشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الدبلوماسية العامة بالإنابة إليزابيث ترودو أهلا بك معنا في هذا اللقاء مع قناة الحرة نبدأ بحرب الروسية على أوكرانيا طبعا مؤخرا قامت روسيا باستفتاءات تقول إنها متوافقة مع القانون الدولي في أربع مقاطعات في الشرق الأوكراني واشنطن تقول أنها لن تعترف بعمليات الضم هذه ما هو السيناريو اليوم بعد إعلان موسكو رسميا ضم هذه المناطق؟ حسنا لنبدأ بالوقاعة الأساسية لوهانسك هي أرض أوكرانية دونتسك أرض أوكرانية خرسون أوكرانية زبروجيا أوكرانية القرم هي أرض أوكرانية لن نعترف أبدا بضم روسيا غير القانوني لأراضي أوكرانية ماذا بعد؟ هذا اختيار للسيد بوتين يمكن وقف الحرب غير العادلة وغير المشروع في أوكرانيا على هذا النحو إذا قرر السيد بوتين ذلك إن الأمر متروك للأوكرانيين كدولة ذات سيادة كيف يتفاوضون مع الروس؟ لكن لنكن واضحين هذه حرب عدوانية روسية السيد بوتين لديه القدرة على وقفها تهدد روسيا بشكل مستمر باستخدام السلاح النووي في أوكرانيا هل لديكم تقارير تفيد بإمكانية استخدام هذا السلاح بالفعل؟ حسناً لن أتحدث عن أي تقيمات أو تقارير استخباراتية حول ذلك لكن ما أود قوله هو أن هذا يمثل تهديداً كارثياً من السيد بوتين وأن فكرة وضع التهديد النووي على الطاولة يجب أن يقلقنا جميعاً بصفتنا المجتمع الدولي إذا كنت في الرياض أو في الإمارات أو في بوغوتا أو إذا كنت في الولايات المتحدة هذا غير مقبول ويتخطى الحدود في الأيام الأولى للحرب تحدثت روسيا عن إمكانية سيطرتها على العاصمة كييف وأيضاً على عدد من المدن الأوكرانية اليوم يبدو أن التركيز بات متمركز على ضم أراضي في الشرق الأوكراني كيف تبعتم تغير البروبغاندا الروسية خلال هذه الحرب؟ إنه سؤال رائع أنت تسأل عن التضليل والمعلومات الخاطئة أنت تتساءل ما الذي يستهدفه سيد بوتين بهذه المعلومات المضللة لأن أكاذيبه كما ذكرت مراراً وتكراراً باتت مكشوفة كما ذكرت لن نعترف باستفتاء وضم غير قانوني يمكن لروسيا إنهاء هذه الحرب يجب أن يختاروا القيامة بذلك كيف ساهمت المساعدات من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتعزيز صمود الجيش الأوكراني وأيضاً الحكومة الأوكرانية في وجه هذه الحرب حسناً إنه أمر غير عادي حقاً ويتجاوز أوروبا والولايات المتحدة هناك دول في جميع أنحاء العالم تدرك أن خيار الدولة السيادي للبقاء مستقلاً يعود إلى ذلك البلد لذلك نحن نشهد دعماً لأوكرانيا من كل مكان في العالم وليس فقط من الحكومات ولكن من الأشخاص العاديين الذين يقولون إننا نقف مع أوكرانيا في هذا الشأن الرئيس بايدن أصدر إعلاناً هاماً الأسبوع الماضي حول مواصلة دعم أوكرانيا والمواطنين الأوكرانيين الذين أعتقدوا أنهم أذهلون جميعاً بتصميمهم وتمييزهم وشجاعتهم وإرادتهم للقتال وسنواصل الوقوف معهم دائماً ما تؤكد الولايات المتحدة على مبدأ الصين الواحدة في الوقت نفسه تقول أنها ستدعم تايوان في حال أي عدوان صيني كيف نفهم ذلك؟ نتمسك بسياسة الصين الواحدة أعتقد أن ما رأيناه الآن هو أن سياستنا لم تتغير لم تتغير منذ سنوات سنقوم بالتعاون مع الصين بما يناسب مصالح أمننا القومي هذا لم يتغير الفكرة هي أنه يمكننا العمل معاً بشأن القضايا الرئيسية مثل تغير المناخ بشكل جماعي كدولتين مهمتين سيدة تردو أن نساء الإيرانيات ينطفضن على خلفية مقتل مهسى أميني بعيدة اعتقالها على يد ما يسمى بشرطة الأخلاق كيف تقيمين ما يجري على الأرض؟ وهل برأيك الدعم الدولي الذي نشهده اليوم كيف؟ أعتقد أننا نراقب هذا عن كثب نحن نرى ما يحدث في إيران نحن نرى شجاعة الناس هناك لقد رأيت الرئيس بايدن تحدث أيضاً عن هذا الأمر هذا أمر يخص الشعب الإيراني وبينما يسعون إلى التجمع السلمي وإسمع أصواتهم فإننا بالطبع نقف إلى جانبهم وموت الآن سأميني على يد شرطة الأخلاق ليس أقل من مأساة بعد أكثر من عام على إنهاء الولايات المتحدة المهام القتالية في أفغانستان كيف تقيمون الوضع هناك؟ أفغانستان ويسعدني أنك أثرت هذا الموضوع لقد مر أكثر من عام نحو 14 شهراً منذ نهاية الحرب هناك ما رأيناه من النساء والفتيات وفي الواقع من المجتمع الأوسع في أفغانستان هو أنه تم تحقيق مكاسب كبيرة على مدى العقود القليلة الماضية لديك فتيات ذهبنا إلى المدرسة وزاد الإلمان بالقراءة والكتابة ومجال الرعاية الصحية لا نعتقد أن هناك عودة إلى الوراء لأن الناس في أفغانستان لديهم عقلية الآن ليكونوا جزءاً من العالم في القارة الإفريقية ما هو تعليقكم بعد الإنقلاب الذي شهدته بوركينافاس مؤخراً؟ نحن نحث بشدة على الحد من تصعيد العنف هذا ثاني انقلاب عسكري خلال ثمانية أشهر شعب بوركينافاس بحاجة إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً نحن ندعو مرة أخرى إلى العودة للقواعد الدستورية سيدة رودو تقومون بجولة تشمل الإمارات نيبال أوزباكستان وقرغستان ما هي أهداف هذه الجولة؟ حسناً الغرض الحقيقي من هذه الزيارة هو الخروج ومعرفة ما هو مهم للأشخاص في جميع أنحاء العالم أعتقد أن للولايات المتحدة مكانة استثنائية حيث لدينا سفارات وقنصليات حول العالم لكن في بعض الأحيان بالنسبة للأشخاص مثل الذين يقيمون في واشنطن نحتاج إلى الخروج منها والتحدث إلى الناس في نيبال وأوزباكستان ومعرفة ما يهمهم في قرغستان هل سيتم التطرق للوضع الأمني مؤخراً الذي حدث مع طاجكستان؟ حسناً نتابع الوضع بشكل مستمر نحن نرحب بوقف إطلاق النار الأخير بين البلدين نعتقد أنه بإمكان جارين قريبين جداً من مواصلة العمل وإجراء هذه الحوارات المفتوحة لأنها الأفضل لشعبي كلا البلدين في الملف اليمني تعمل الولايات المتحدة مع شركائها لتمديد الهدنة هناك إلى أين وصلت هذه الجهود؟ حسناً لن أصطبق المفاوضات لكنني أعتقد أنك رأيت أن الوزير بلينكين تشرف بالتحدث مؤخراً إلى وزير الخارجية السعودي حيث رحب بالدعم السعودي ليس فقط لتمديد الهدنة ولكن لتوسيعها الأمر الذي يعني توفر الرواتب للمعلمين وللممردين وزيادة الإمدادات الغذائية والمساعدة الطبية إنه حقاً الأفضل لشعب اليمن نركز على دعم ومساعدة اليمن وسيكون تمديد وتوسيع وقف إطلاق النار خطوة لتحقيق ذلك سيدة رودو تقارير حقوقية تصنف بعض الدول العربية في آخر قوائم حرية الصحافة فبرأيك ما الذي يجب توفره حتى تتقدم حرية الصحافة في المنطقة؟ حرية الصحافة مهمة للغاية في أي مكان في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة صحفيون هم الخط الأمامي إنهم من يحاسبون الحكومات يفضحون الفساد يتحدثون عن انتهاكات حقوق الإنسان لذلك أعتقد أنه من المهم توفير مزيدا من الوصول للصحافة والمزيد من الأمان والقدرة على أداء وظائفهم هذا أفضل شيء الولايات المتحدة تقود الجهود الدولية في مجال تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ ما هي الرسالة التي تحملونها للمنطقة في هذا المجال؟ فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتغير المناخ أولا دعونا نفهم مدى ارتباطهما الوثيق عندما نرى سعر الخبز يرتفع بنسبة 30% أو حتى سعر الوقود نحن نعرف ما هو مرتبط به يرتبط ذلك بالصراع يرتبط ذلك بتغير المناخ لذلك نحن بحاجة للتأكد من أن الناس يفهمون أن ما يشعرون به في محافظ نقودهم وما يشعرون به في محل البقالة هو في الواقع جزء من قضية أوسع ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله هو المساعدة في الاجتماع والقيادة كما تعلمون ستستضيف مصر مؤتمرا للمناخ الشهر المقبل نحن نتطلع حقا إلى ذلك لأن الولايات المتحدة نفسها قد حققت مكاسب كبيرة حتى في العام الماضي من خلال التشريعات المحلية هي أكبر حزمة مناخية قدمناها على الإطلاق في الولايات المتحدة لذلك نحن نرى تأثير المناخ في كل مكان نراه في الفيضانات في باكستان ورأينا ذلك في الفيضانات في العراق نحن نراه في بلدي مع الأعصير نحن بحاجة إلى أن نفهم أنه بشكل جماعي نحتاج إلى العمل على هذا من أجلنا ومن أجل أطفالنا مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الدبلوماسية العامة بالإنابة إليزابيث ترودو شكرا لك على وقتك وشكرا لك على هذا اللقاء مع قناة الحرة شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك